تعرض الستريمر الشهير أزمون جولد المعروف أيضا باسم زاك هوبت للحضر على منصة تويتش بسبب تصريحاته المثيرة للجدل والتي اعتبرت عنصرية تجاه الشعب الفلسطيني استخدم أزمون جولد تعابير مسيئة خلال بث مباشر حيث وصف الفلسطينيين بأنهم أناس سيئون وينتمون إلى ثقافة متدنية فضيعة أثارت هذه التصريحات غضبا واسعا بين مستخدمي تويتش الذين نددوا بتلك التعليقات واعتبروا أنها تعكس كراهية وعنصرية استجابت منصة تويتش لمطالب الجمهور وقامت بحضر حسابه الرئيسي المعروف باسم زاك راور مما شكل ضربة قوية لمسيرته المهنية بعد انتشار التصريحات بشكل سريع على وسائل التواصل الاجتماعي حاول زاك التراجع عن كلامه مدعيا أنه بالغ في رد فعله لكن اعتذاره لم يقنع الكثيرين حيث اعتبروا أن تصريحاته تجسد حقدا عميقا تجاه الشعب الفلسطيني وتجاهلا للمآسي التي يعاني منها